التكنولوجيا بتقنياتها الحديثة غازت عالم الهندسة والعمران حيث تتلاشى المسافة يوما بعد يوم بين خيال المصمم وبين ما ينفذه في الواقع وهو ما يبدو في تصميم وبناء المدن الجديدة اعتمادا على تقنيات الواقع الافتراضي التي تمنح المعماريين والمهندسين القدرة على تصور المدن بشوارعها ومنازلها ومساحتها الخضراء قبل ان يتم بناؤها فعلا في مشاهد اقرب الى الخيال منها الى الواقع تكنولوجيا الواقع الافتراضي كان لها دور كبير جدا في تحسين او تجويد الكواليتي تبع الاركيتكتر وتصميم المدن الحضرية والمدن الذكية كمان نقدر ان نشوف جوانب او المشاكل او الاخطاء الفنية اللي ممكن نتحشاها في التصميم كمان بتدي فرصة للعميل ان هو يعرف شكل المبنى بتاعه في الاخر بفضل الواقع الافتراضي حيث تلتقي تكنولوجيا ثلاثية الابعاد مع العالم الوقعي يستطيع المهندسون ان يطوروا ابنيتهم ومدنهم افتراضيا فيرونها من جميع الوجه ويبدل اجزائها ويغيرها بسرعة وبكلفة قليلة فاذا تبين ان هناك مشاكل في التصميم فان المهندس يستطيع اصلاحها بسهولة بوسطة انظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر برامج الواقع الافتراضي بتساعدنا ان احنا نقدر نتخيل شكل مدينة كاملة نقدر نتخيل تصميم مباني عالية نقدر نتحكم في التوجيه تبع المباني تبعنا ونقدر نشوف الفيوز الموجودة لها تجاوزت تطبيقات الواقع الافتراضي عالم الخيال واصبحت وقعا حيا الان في العديد من مجالات التعليم والتدريب والهندسة والعمارة حيث ادت هذه البرامج بالفعل الى تقلص النفقات واختصار الوقت وبناء رؤية واضحة للتصميم ونماذج المدن الجديدة مستقبلا ترجمة نانسي قنقر